السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامادي هالنهار ان شاء الله نقدموه للموضوع بناء على طلبكم وهو واحد السيد تصل بي في كومنتر و قال لي بليرا عندو البرغوت في الارانيب ديالو انا جاوبته و اعطيته الحل و قلت انني عندي لكم الفيديو باش نوضح الامر بالنسبة لهذا الموضوع انه كيقول هالسيد باللي ان البرغوت كين عندو في الارانيب ديالو في الحقيقة الارانيب ما كيجيهمش البرغوت تماما ما كينش كلمة برغوت في الارانيب كين ان امراض يجيهم بزاف كين يعني نبحث فضل فضل القادية هالي انا ما عنديش للمشكل هادا و سولت الناس اللي عندو ديالايا بهذا الموضوع انه كيجيهم البرغوت المشكل فين كيكون كيكون ماشي في الارانيب ولكن اما عند هاد سيد اللي عندو البرغوت اللي اللي وصل حتى الارانيب راها مشكل انا البرغوت خيب من كيجي الحيوانات البرغوت الاساس ديالو كيكون فين كيكون في القطعة و الكلاب اعزاكم الله و كيفش كيجي كيجي من الفضلات ديالو الفضلات ديالو اذا لمشي تابقوا و كيتمرغدوا في الفضلات ديالو عاد كيجيهم ما يسمى بالبرغوت اذا ما هو الحل الى كان عندنا البرغوت اما في الارانيب ديالنا او في الحيوانات ديالو الاساس ما هو الحل؟ الحل وهو كالتالي اذا الحل هو كين ثلاثة ديال العناصر كين الماء يكون واحد سطل ديال الماء و كاين اذا العنصر الثاني وهو مسحوق ديال الغسيل مشي من لابد ما تكون هذا العلامة تجارية و انما اي علامة تجارية المهم انه يكون مسحوق ديال التصبين هذا هو العنصر الثاني و العنصر الثالث هو كما كتشوفوا معايا الرماد الرماد هو من كيكون عندكم شى مجمرا بحال هذا و كتديرو فيه الفاخر و كتشويوا بيه كي يبقى هاد رماد هو داير بحال هكا هاد الرماد هذا هاد الرماد هذا اول عنصر الاساسي لكي حييز هاد المشكلة ديال البرغوت إذن الطريقة هي كالتالي أول حاجة نجيب سطل يكون متناصب بحل السطل هذا وكين يبتيد تديروا واحد الكمية يبتيد تديروا بها الطريقة يعني تحلطوا بهالطريقة هذه كيطلق الرغوة دي أولو مزيان أنتما أنتما راه دفع طالق هدى الكشكوشة هدى الرغوة هدى راه مفيدة بززف الثالث عنصر وهو الرماد هدى الرماد ضروري أنكم تجيبوا هدى تفرسيت اللي كيكون فيه تاخدوا واحد الكمية هكذا 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 حفنة هكذا وغادي نغطي نديروها في السطل دي الماء إذا بهذه الطريقة غادي نديرو هدى هدى الكمية لاحظوا أنه من عند الناس اسمو لقوا واحد واحد الصوص يعني هدى الرماد راه عنده واحد مفعول ثم كما كتشوفو كي تخلق منها نديرا طريقة مجربة من الناس الأقدام هم اللي يعني أنا سولت كين دوا دي البرغوت عادي كين دوا في الفرماسيان وتو فعال ولكن هدى الطريقة هدى كانوا كيستعملوها للناس القدماء أكثرية في الجيش يعني أي حيوان مصاب بالبرغوت هدى الطريقة هدى الطريقة هدى الطريقة يعني غيكي كيتغطس هدى البرغوت كله مني كيشوف هدى المحلول هدى جاه كله يعني كيولي البرغوت كله كيبقف هدى في هدى المحلول كيبقف هدى الماء هدى ممكنش انه يلا تغطس الارنب هدى الطريقة بحالة كأنه يطلع وبقي فيه البرغوت سوالو هدى المحلول هدى أنا بحالي انقولوا واحد لاسيدة كييدوب هدى البرغوت كيبقف هدى الماء هدى الماء هدى الماء هاولوا أنكم تحفروا وحد الحفرة مثلا واتكبوه فيها لأنها هدى الماء هدى وتبعدوه عن دار ديالكم وليست تديروه قريبا لدار ديالكم لأن هدى المحلول هدا كيبقى فيه هدى البرغوت يعني ما حاولوا انكم ما تقيسوش بيديكم يعني ديروا واحد اللي قات يقات الطيب بياها ما غالينش بزاف شي كيديروش يتلاس الدرهم ولا ركبوهم في اليد ديالكم ما كانش ديروا مثلا غي ميكا واحد ميكا تخشيو فيها اليدين ديالكم ومنين تغطسو الارنب هكا تحاولو تغطسوه كامل يعني سيبقى غي الرأس دياله لا 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 الاكسرية اليدوني دياله العينين هادو كحاولو ما تقربوه مش ولكن الارنب كامل كيتغطس باكماله في هاد المحلول هادا كيبقى وحد نقولو خمس دقائق ديروا واحد كرونو قدامكم وخليه واحد خمس دقائق منين تشوفوه صفي لا 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 يعني دكشي المكونات بدات كتتخدم لان البرغوت غدي تشوفوه قدام عينيكم لانه غدي تلقاه واحد واحد الحشرة طالعه فوق 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 هاد المحلول هادا حاولو غي ما تقيسوش بيد ديكم لانه غدي غدي تلقاه فيه اه العنصر الرئيسي وهو الفد العملية هو الرماد الرماد راه شي حاجة اللي مؤجزة في الحقيقة اه انا تجربة دار علي واحد السيد قدام عيني بصح دارها فتجاج هو يعني ش اه راقبنا انه هاد البرغوت مكيبقاش مكيبقاش باتاتا اه كان نظن انه الفكرة وصلتكم انه الثلاثة العناصر هو ماء السطل مملوء بالماء اه تيد احنا كنقوله تيد ولكنه في حقام مسحوق كما بغى يكون مسحوق اما قاع جميع المساحق كتديروا واحد الكمية مسحوق للغسيل اللي هو عبارة عن قبرة كتديروا واحد الكمية شحال مكانت هذيك الكمية غير مهم انها ترغوي بحال هادا الرغوة بحال هكا منين تترغوي اه حاولوا تديروا واحد الكمية دي الرماد تتخلطوا الخالي الكامل وتحطو تغطو الارنب او الدجاج او اي حيوان فيه او مثلا الكيلاب ديروا تهوى واحد البانيو كبير تهوى الناس اللي عندهم شي كلب وتصاب بالبرغوط حتى هو تخدم الخيطات كذلك المهم انه الوصفرها مجربة الناس اللي عندهم برغوط ما يقشي خافهم من البرغوط ان شاء الله هذا هو الدواء دياله يعني الوصفة مجربة الحلقة دياله راسلات تشاركوا معنا في القناة وتكيوا على زر الجام باش تسندونا وتكيوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد دياله ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة